موسيقى برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب عقد المجلس صباح اليوم جلسته العادية الثانية عشر من دور الانعقاد السنوي العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس وقد ناقش المجلس تقرير لجنة شؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على النظام الاساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون الاسلامي المرافق للمرسوم رقم سبعة عشر لسنة الفين وعشرين وقرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون مع اجراء تعديل على دباجته وإحالته لمجلس الشورى الموقف كما ناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون مصاغ بناء على الاقتراحات بقوانين بصيغتها المعدلة من مجلس النواب بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم عشرين لسنة الفين واثنين ميلادية بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية والتي يهدف إلى حماية الثروة البحرية بتشديد العقوبة على بعض المخالفات وتنظيم مدة حضر الصيد وتعويض كل من يتضرر من تقليص عدد رخص الصيد وقرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون مع اجراء عدد من التعديلات على مواده وإحالته لمجلس الشورى الموقر شكرا